حقيقة في اليوم الأول واحدة من المحاضرات العلمية الهامة جدا هو بعنوان النموذج التكاملي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات التعليمية العربية سيتم التحدث فيها عن أمثلة المؤسسات المجتمعية في الثقافة العربية الإسلامية وكذلك عن المسؤولية المجتمعية ودور المؤسسات التعليمية فيها مفهوم المسؤولية المجتمعية بشكل عام ما هي المجالات في مجال مجالات وأبعاد المسؤولية المجتمعية وكذلك سيتم التطرق على موضوع أهام وموضوع تأصيلي لموضوع المسؤولية المجتمعية وهو النموذج التكامل للمسؤولية المجتمعية طبعا سيقدم هذه المحاضرة سعالة الأستاذ الدكتور داود عبد الملك الحدابي هو من القامات العلمية حقيقة في هذا المجال وقد حصل على الماجستير والدكتوراه في التربية العلمية من المملكة المتحدة وهو كذلك الرئيس المؤسس لجامعة العلوم والتكنولوجيا في اليمن وهي من الجامعات المعروفة والمشهود لها في هذا المجال وحاليا يعمل أستاذ التربية العلمية في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا